هنروح ليه كرة السلة منتخب مصر كرة السلة كرة السلة رجال في نادي الأهلي الدوري متوقف ففي راحة اللعيبة كلها مريحة فرقتنا بتمر بظروف صعبة نقول لكم الظروف ايه هقول خبر المنتخب الاول وبعد كده منتخب مصر كرة السلة هقول لكم موقف فرقتنا ايه في كرة السلة منتخب مصر عنده تصفيات لأمم أفريقيا الأفريكان هتبقى في القاهرة هتتلاعب فيه مجمع الدكتور حسن مصطفى ايه ممكن حاجة وعشرين ستة عشرين سبعة عشرين تمانية عشرين الحقيقة النهاردة انا بالصدفة يعني كنت معهم في مطار القاهرة وهم مسافرين في رحلة الصبح الساعة تسعة وخمسة المتوجهة إلى الدوحة طب كانوا مسافرين الدوحة ليه وما عندهم أفريقيا بيلعبوا بطولة ودية دعتهم اداعة تم دعوة منتخب مصر ليها في الدوحة طب ليه الدوحة تحديدا انا اقول لكم قطر نجحت يعني وكان ده نجاح كبير اكيد لكل الدول العربية انها تستضيف كأس العالم لكرة السلة عشرين سبعة وعشرين ده هيكون في الدوحة فمن هنا عشرين سبعة وعشرين هتلاقي فيه بطولات كثيرة الدوحة بتستضيفها استعدادا لهذا الحدث الكبير كأس العالم طيب النهاردة انا عرفت معلومة كبيرة من كابتن سامح المدير الإداري المنتخب قال وهي ان الست فرق اللي هتلعب البطولة الودية في الدوحة الستة دول هيلعبوا في نفس القتيل وهيلعبوا في نفس الملع هتقول لها كابتن هو من قلة الملعب في الدوحة لا خالص هما بيعملوا بروفا بيعملوا بروفا ان القتيل يبقى مليان لان انت نهاردة كاس العالم كرة السلة هيبقى فيه حاجة وثلاثين فرق فالنهاردة انت هتبقى اربع صلات اللي بتستضيفه فانت ممكن تلاقي فيه تمن فرق او سبع فرق عاديين في قتيل واحد النهاردة بيجرب القتيلات هلها هتقدر تستوعب العدد ده من الفرق كرة السلة ولا لا هيشوف الفسلت بتاعته او الامكانات بتاعته فهيتمرانوا على نفس الملعب هيلعبوا المباراة على نفس الملعب المجموعتين فالنهاردة دي بروفا مصغرة للي هيعمله واللي عرفته كمان ان هم في الدوحة الحقيقة جايبين شركات اللي هي عمل كأس العالم كرة القدم هي اللي هتنظم وهتشف على انظام تنظيم كأس العالم منتخبنا سافر النهاردة الساعة تسعة وخمسة الصبح في راحة تسعة وخمسة المتوجهة الى الدوحة عشان هيلعبوا اسبوع بالزبط مباراة مهمة مجموعتنا فيها فرقتين هنلعبهم تقريبا للبحرين والأردن لا تحديدا مش تقريبا تحديدا للبحرين والأردن واللي عرفته كمان من الجهاز الفني هناك في منتخب مصر اسمها تحوار النهاردة في مطار القاهرة انه الأردن مش رايحة بالفريق الأول المجنسين او اللعيب انا سامع كده هم عارفين كده ليه لعيبة المنتخب اللي مفروض بتلعب وهم حفظنا وعارفنا وشافوها في كأس العالم بتلعب لغاية مبارح مباراة مع فرقها في الدولة فبتهيألي صعب ان هم هيكونوا هيسافروا غالبا الأردن او البطولات او الدول العربية بتشارك في البطولات دي بالبي تيم استعداد ليهم ولكن منتخبنا ما باليد حيلة لازم يروح بالمنتخب الكبير طيب عندنا التصفيات الافريقية تبقى 23-24-25 انا فاكر فرقتين تقريبا موريشيوس ووسط افريقيا هم اربع فرق هيتاخد منهم تلاتة هيترشحوا المين بقى بصوا التصفيات دي مهمة جدا دي هتبقى في ويندو وفي ويندو بعدي هتتحدد لاحقا هياخدوا اول تلات فرق بنسبة كبيرة محسومة موريشيوس اتأهلت بصعوبة اللي تلعب في التلاتة مع الاربعة دول فغالبا يا موريشيوس يا موزنبيك انا مش عندي الاسامي بالزبط بس الدولة دي يعني يا موريشيوس يا موزنبيك عندهم صعوبة في التأهل فغالبا التلاتة محسومين طب هو بيعمل دي ليه اولا هتأهل الافريكان التلاتة الاوائل ثم التلاتة دول هيروحوا لتصفيات كأس العالم فالنهار دا انت بتضرب عصفرين بحجر مهم جدا 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 التصفيات اللي جاي وعشان كده منتخب مصر وقف الدوري اتحاد السلة وقف الدوري ورايح يلعب بطولة استعدادنا في قطر وخلي بالكم اتحاد الدولي لكرة السلة بدأ يغش من اتحاد اليد فالنهار دا فيه توقف دولي تدم من النهار دا او بكرة لمدة اسبوع كل الويندوز دي هتتلاقي في كل حتة في العالم في اوروبا في اسيا نفس اللي بيعملوا الاتحاد الدولي لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى تقريبا غشوا من بعض ما عادش فيه حاجة اسمها كل قرب تلعب على هواها وموعدها لا اصبحت فيه توقفات دولية لعبتك المحتلفين بيرجعوا بيلعبوا وبعد كده يرجعوا لفرقهم تاني وده طبيعي لازم يكون فيه سيستم زي كده طيب مين اللي بيقود منتخب مصر كورت السلة هنريك رودل هنريك رودل بالمناسبة هو كان المدير الفني النادي الاتحاد السكندري دي صورته اشكركم يا جبعة على فكرة انا ضربية بعض الحوارات الجانبية مع بعض اللاعبين من الاتحاد السكندري ومن فرقيتنا وهقول لكم كمان كواليس الرحلة دي قعدت مع اللعيبة اتكلمت معهم وفيه لعيبة زميلتهم في الملعب زي عمر الجندي وفيه لعيبة ويوسف شوشة زميلته في الملعب فترة ولكن فيه لعيبة ما لحقتهمش فقعدنا نتكلم مع بعض شوية هما الحقيقة بيقولوا على الراجل ده والمدير الفني ده انه هو من فنياته عالية جدا وديكة رؤيتي انا اكدتها النهاردة يعني ورامي جنيدي وعمر الجندي اهو وكانوا على فكرة زمال ملعب في النادي الجزيرة بس رامي لقى في الاهل قبل ما عمره يجي تمام دي الصورة دي كانت النهاردة يعني قبل ما يطلعوا الطائرة على طول طيب الراجل الفنين عالي جدا جدا وبتاع الشغل واللعيبة مرتاحة معه طيب مين لعبتنا من النادي الاهل اللي راحوا عندنا عمر الجندي كريم حاتم وعمر طارق وسيف هندوي بالمناسب سيف هندوي كان معهم سيف هندوي ما بلعبش بنادي الاهل ولكن سيف هندوي كان او سيف هندوي مع الانبيئي اكاديمي ولكن هو ابن النادي اهلي هو مازال في الاكاديمية ولكن هو ابن النادي الاهلي كان ربيعهم النهاردة الحقيقة كنت سعيد جدا لما شفت سيف هندوي معهم وطمنت عليه واتبسطت انه موجود يمكن دي اول مشار كلمة على المنتخف الكبير في حاجة مهمة زي دي عندنا للأسف خبر سيء الا وهو اصابة اهاب امين انا عرفت تفاصيل الاصابة اهاب امين من 10 ايام هو مصاب ما تصابش امبارح او اول امبارح تصاب من حوالي 10 ايام في مزقف كتف اليمين مزقف العضلة الخلفية او الكتف الخلفي في كتف اليمين او الشمال يعني انا اتقل اليمين على ما اتذكر يعني مش هتفرق اياه هو اليمين طبعا اصعب لان ايده اللي بيشوت بيها ولكن انت كده كده بتلعب ويدك الاتنين فوق فانت كده كده يمين هتبقى زي شمال فهاب حاول يعد نفسه ويلحق السفرية ملحقش لانه راح عمل مع طبيب المنتخب سنار على العضلة ولقوا فيها مزق فهنا لا هيوقف شوية طب هم قالوا يقلوا 3 اسابيع 4 اسابيع ده خبر مش كويش لانه طبعا لين عكاس على منتخب مصر ولين عكاس ايضا عن نادي الاهلي في ظل صابت عمر زهران طيب النهاردة اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل او البدايل النهاردة ايه البدايل انا شفت يوسف شوشا النهاردة يوسف شحاتة شفته النهاردة شفت بعض اللاعبين النهاردة اللي شفت بيبو لعب خمسة بتاع نادي الاتحادي هشفت مجموعة ملاعيبة اول مرة تشارك طيب هاب أمين وضعه ايه هاب أمين بيعمل يعني جلسات والعلاج الطبيعي وببتدي الاعداد البدني هيلحق الويندو بتاعت افريقيا ما ظنش يعني الجهاز الطبي بيحاول يجهزه بس ما زق في الكتف الكتف بحكم الخبرة انا واحد جالي اصابة كتفي قعدت فترة الكتف اصابته بتبقى صعبة لانه مفصل معقد عضلاته واربطته كثيرة ومعقدة فانا اتصور انه مش هيلحق انا اتمنى انه ان شاء الله الاصابة متاخدش اكتر من شهر عشان يلحق مع النادي الاهل لان النادي الاهل داخل على معمع في الفريق الاول ويبدو ان الحظ السيء ملازم الفريق باصابة عمر زهران وبعدها على طول اصابة اهب أمين طيب كريم سرحان عمروان سرحان تم استبعاده في الاواخر كان مع المنتخب وتم استبعاده اه في الاواخر طيب فريقتنا خلصت دور الاول برجع لفريقتنا بقى في النادي الاهلي خلصت دور الاول بفول مارك خدوا كل العلامة الكاملة وكسبوا كل مباراتهم برصيد 12 لقطة بالرغم انه كان مفروض فيه مباراة سبعة مع نادي الجزيرة والمباراة دي كانت يوم جمع يوم وفات معالي الوزير العامري فاروق وتم تأجيلها وتحددت خمسة وعشرين هيدي ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين راحة ونلعب مباراة الجزيرة يوم تسعة وعشرين دي يعني باختصار ووضع كرة السلة وكانت صدفة النهاردة جمعتني في مطار القاهرة معاهم الساعة سبعة الصبح في منتخب وهو مسافر الحقيقة والعيبة فيه التزام كبير يعني دائما المنتخب البسكت واليد والطائرة تحب تشوفهم لاني بيقى فيه التزام يعني أنا أقول لكم حاجة يعني واسمحوا لي أقولها أنا بالصدفة جمعتني برضو في سفر منتخب مصر ورايح بطولة أفريقيا اللي فاتت منتخب مصر لكرة القدم كان مسافر بطولة أفريقيا اللي فاتت اللي كانت في كودفور والانتهت بكودفور خادت البطولة برضو الصدفة جمعتني في مطار القاهرة في سفر البعثة وشفت إزاي البعثة جاي على نصفين يعني فيه تلات لعيبة جملة وحدهم بدون ذكر أسامي وتفاصيل تلات لعيبة جملة وحدهم الأول معرفش كان فيه زروف تمنعهم نميجوا مع الباص الفريق وبقيت الفريق جي في باص تاني أنا عايز أقول لكم شفت النهاردة منتخب مصر ومسافر لكرة السل الحقيقة بيبان والله العظيم أنا قلت كان نفسي يكون غلطان في سفر منتخب مصر كرة القدم والله العظيم كنت بقولي نفسي يا رب أكون غلطان شكل البعثة أقدر حكم على فرقة مركزة ولا مش مركزة الفرقة هي مسافرة أنا ما كنتش حس أبداً الفرقة كنت قدم مركز مش دي الفرقة اللي راح أتمثل 110 مليون مش ده التركيز النهاردة بشوف فريق كرة السل هو مسافر بطولة والدية في قطر تركيز التزام انضباط الفرقة كلها جاي في معاد طيرتهم الساعة تسعة العيبة كانت سبعة لربع كلها جايين من 6 أكتوبر لأنهم أقل معسكين في 6 أكتوبر أنا شفت ده والفارق أيام أسابيع 3-4 أسابيع ما بين سفر دول وسفر دول شتان شتان لا النهاردة منتخب موسك وقت قدم محتاج انضباط محتاج الدنيا التعاعد لمصارها تاني نتمنى الجهاز الفني الجديد إن شاء الله مع كابتن حسام حسن أنه نعود هذا الانضباط تاني لمنتخبنا عشان ترجع الانتصارات مرة أخرى